بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري هل تحب أن الله سبحانه وتعالى يقضي لك سبعين حاجة على ما فيك من المعاصي والسيئات يتقبلك الله سبحانه وتعالى رغم ما فيك من المعاصي والسيئات وينظر إليك سبعين نظرة يقضي إليك في كل نظرة سبعين حاجة وجميعنا يتمنى بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه فمن نظر الله إليه لا يعذبه من نظر الله إليه كما جاء في الروايات يرحمه من نظر الله إليه غير حياته السوء وكذلك المتعبة والمرهقة غير ذلك إلى قضاء جميع الحاجات كيف؟ رجاء نستمع رجاء نستمعي ما ورد عن الشيخ الكوليني بسند موثق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام طبعا هذه الرواية الشريفة وردت في كتاب الكافي في الجزء الثاني صفحة عشرين قال الإمام الصادق عليه السلام لما أمر الله عز وجل هذه الآيات أن يهبطنا إلى الأرض تعلقنا بالعرش ما هي هذه الآيات؟ سوف نتكلم أن يهبطنا إلى الأرض تعلقنا بالعرش وقلنا يا رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب فأوحى الله عز وجل إلى هذه الآيات أن اهبطنا فوعزتي وجلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم بعد كل صلاة فريضة إلا نظرت إليه بعيني المكنونة هذه العين المكنونة التي لا ينظر فيها إلى الله أو لا ينظر فيها الله سبحانه وتعالى إلا لأولئيائه يقول إلا نظرت إليه بعين المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي إليه في كل نظرة سبعين حاجة يعني سبعين في سبعين اضرب في العدد يطلع ألف وأربعمائة حاجة تقضى لك ليس هذا فقط رجاء نستمع وقبلته على ما فيه من المعاصي ربما يأتي فلان ويقول أليس لديك سيئات أليس لديك معاصي فكيف سوف يتقبل الله سبحانه وتعالى منك قل له فورا إمامي الصادق عليه السلام قال قال بأن الله عز وجل يقبلني ويقضي لي حوائجي على ما فيه من المعاصي طبعا وهذا هنا تنبيه كما يقول علماؤنا الأعلام ومنهم الشيخ الكليني بأن الإنسان عليه أن يراجع علاقته مع ربه كم إن الله رحيم رغم المعاصي والسيئات والذنوب التي نرتكبها ولكن عندما يرانا في حزن وألم وهم وغم الشيطان يفرح الشيطان يستأنس ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ينظر إلينا بعين العطف يشعر إذا جاز التعبير بكل آلامنا فرغم المعاصي يقضي لنا الحوائج يعني لن تجد لن تجد ربا كريما على عبد اللئيم كما قال مولانا الإمام عليه عليه السلام كالله سبحانه وتعالى أرأف وأرحم بك من والدتك اليوم ربما أنا أتجاوز على أبي أتجاوز على أمي وأخطئ بحقهما كثيرا ولكن عندما يرياني بحال يرثى لها من الهام والغام أو لدي حاجة أراهما يسارعان في قضائها فيتقبلان على ما في من المعاصي والعقوق لأنهما والدان فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو أرأف يعني من والدتك بك هذا يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ألم يأني الآن أن تتوب أن تستغفر أليس على الإنسان أن يستحي كم يعص الله سبحانه وتعالى أنت ترفع إليه المعصية والله ينزل عليك الرحمة والمغفرة وقضاء الحوائج فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نستحي من الله وأن نتوب إلى الله على كل حال أطلت عليكم الحديث فالآيات هي الآيات هي التي إن قرأتها نظر الله إليك بعينه المكنونة في كل يوم في كل يوم ينظر إليك سابعين نظرة ويقضي إليك في كل نظرة سبعين حاجة أولا أم الكتاب سورة الفاتحة ثانيا آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إلى الآية الأخرى والآية التي بعدها آية الكرسي من قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله تعالى هم فيها خالدون وآية الملك وآية الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء إلى آخر الآية إن شاء الله سوف نضع هذه الآيات الأربعة في صندوق الوصف أين هو صندوق الوصف بمجرد أن تضغط على العنوان سوف يخرج لك صندوق الوصف تحت العنوان تحت العنوان وتقرأ الآيات فرجاء ثابر رجاء هذه هدية سماوية عجيبة يتقبلنا الله على ما فينا من المعاصي على ما فينا من المعاصي ويقضي حاجتك فنسأل الله أن نلازم الاستغفار وأن نكون بوجه بيضاء أمام الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام